موسيقى التنويم المغناطيسي عالم الأحلام وعالم الخيال مواضيع جرى الغوص في ثناياها وسبر أغوارها من خلال أمسية مثرية أقيمت مساء الثلاثاء على خشبة مصرح الميدان في مدينة حيفا موضوع الخيال والأحلام والإبنوزة أنا شفته مهم لأنه كثير من الناس مفكرين أنه هني عايشين بس في الواقع الموضوعي وهني موضوعيين لما الشخص بيكون مقتنع أنه عايش في الواقع الموضوعي وهو موضوعي سأتبه يختلف مع الآخر اللي هم فكر حاله كمان عايش في وضع موضوعي وبختلفه والفكرة أنه الناس عايش في عالم موضوعي منطقي وبس هذا سبب لخلافات بين الناس إحنا عمليا عايشين في صور ذهنية من كونها عن الواقع واقعنا الأسري وواقعنا المادي وواقعنا السياسي والإعتراف أنه إحنا عايشين في صور ذهنية ومن خلال هاي الصور الذهنية إحنا منقرر كيف نتصرف ومن خلال هاي الصور الذهنية إحنا منحس أحاسيس معينة ممكن نحب شخص حسب الصور الذهنية اللي كونناها ممكن نكره شخص حسب الصور الذهنية ممكن نكون يأسين من وضع اقتصادي حسب الصور الذهنية اللي إحنا كوننا عن وضعنا الاقتصادي أو ممكن نكون مرتاحين ونقول الحمد لله حسب الصور الذهني أسهب البروفيسور والأخ الصائف علم النفس العلاج مروان دويري في الحديث عن معاني ودلالات الأحلام كما تطرق أيضا إلى الواقع الذي نعيشه وانعكاسه على المشاهد الخيالية التي نارها أثناء الحلم أما الدكتور عادل بدارني فقد توسع بالحديث عن التنويم المغناطيصي وكيف يمكن تسخيره لعلاج الأمراض المختلفة في عدة مجالات الهيبنوزة التنويم المغناطيصي ممكن نساعد فيها ابتداء من مشاكل نفسية من حالات قلق من حالات خوف من مشاكل نوم لحد مشارات جسدية حتى مشاكل في الجلد حتى فلول ممكن يكون شارات ثانية في الجلد أو جاعة تخفيف من الألام الموجودة ألام كان في الرأس ألام في الجسم الطباء الأسنان بيستعملوها كثير في التنويم من خلال علاج الأسنان وبستعملوها طباء حتى في العمليات بعد انتهاء المحاضرة أطيحت الفرصة أمام الجمهور لكي يطرح أسئلة ويشارك ما يجول في باله حول الموضوع وقد شارك البعض بإحلامه الشخصية ليتم تفسيرها على الملأ اليوم خلال البرنامج في فقرة الأسئلة شاركت في حلم اللي أنا حلمته حلم شخصي الحلم فيه كتير رموز كان يرتبط في مسيرة العودة في لعبة اللي أنا كانت خرباني وصلحتها فبعد ما شاركت في حلمي وشاركت على الملأ بروفيسور مروان نفسر الحلم فتبين أنه اللعبة هاي اللي بحكي عنها هي بترمز لشخصية الطفولة يعني اتفجأتي شوي من التحليل بس برتبط عندي بكثير أمور يعني بفكر أنه هذا التحليل للحلم هو تحليل حقيقي بناء على تجربتي الشخصية غير متداول باليوم يوم بالبرامج باهتماماتنا أنا شخصيا كتير بعنيلي هذا المجال كتير بحب هذا عالم الخيال وعالم الأحلام جيت اليوم لأنه كان هكي كتير بهمني أنه أفحص شغلات معينة كي من خلالها معرفة الذات أفهم دور الخيال قديش مركز في حياتنا في شخصية الإنسان كمان قصة الأحلام يعني إحنا نفس بشري اللي هلأد كل الوقت يعني منتعامل مع الأحلام مع الخيال لبنوزة كان مجال جديد كنت حبي كتير أتعرف عليه ويسأل البعض هل هناك ضرورة قصوى بأن نولي اهتماما زائدا لأحلامنا وخيالاتنا أم علينا اعتبارها مجرد أشياء تحدث أثناء فترة النوم وحسب فيجوب البعض الآخر بأن هذه التخيلات هي وليدة أفكار تشغل بالنا يوميا كرغبات مكبوتة أو أمان غير محققة لدى الشخص أو مخاوف تنتابه فتأتيه أثناء نومه على شكل أحلام موسيقى